السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم البنيات العصبية وتنقل السيالة العصبية البحث الأول البنية المجهرية للنسيج العصبي البحث الثاني خاصية العصاب البحث الثالث انتقال السيالة العصبية بالنسبة للبحث الأول أي البنية المجهرية للنسيج العصبي فملاحظة المقطع على مستوى المخ تبين لنا أنه يتكون من مادتين مادة خارجية وهي المادة الرمادية مادة داخل وهي المادة البيضاء ملاحظة المجهرية لجزء من المادة الرمادية تبيل أن وجود شبكة من الخلايا العصبية وأن كل خلية عصبية تتكون من ثلاثة أجزاء الجسم الخلوي المحورة والتشجر النهائي فيما يخص الجسم الخلوي نلاحظ أنه يتشكل من غشاء سيتوبلازمي سيتوبلازم نوات بالإضافة إلى تفرعات سيتوبلازمية قصيرة نسميها لضندريت فيما يخص بنية النخاء الشوكي فملاحظة المقطع العرضي للنخاء الشوكي تظهر لنا أن المادة الداخلية وهي المادة الرمادية في حين المادة الخارجية وهي المادة البيضاء فعلا داخليا نلاحظ المادة الرمادية التي تتخذ شكل أجنحة فراشا في حين المادة الخارجية وهي المادة البيضاء الملاحظة المجهرية لجزء من المادة الرمادية وجزء من المادة البيضاء يظهر لنا أن وجود أجسام خلوية على مستوى المادة الرمادية في حين وجود ألياف عصبية على مستوى المادة البيضاء وأخيرا فيما يخص بنية العصاب نلاحظ هنا فيما يخص المقطع المستعرض للعصاب أنه عبارة عن مجموعة من الحزم يحيط بها نسيج انضام وأن كل حزمتين تجتمل على عدد من الألياف العصابية نلاحظ فعلا أن كل ليف عصبي أعيد الحزمة تجتمل على الألياف عصابية وكل ليف عصبي تتوسطه المحورة فعلا إذن العصاب يجتمل على حزام وكل حزمة تجتمل على ألياف عصبية وكل ليف عصبي تتوسطه محورة هذه المحورة التي تتصل من جهة بالجسم الخلوي ثم من جهة أخرى بالتشجر النهائي إذن نتيجتنا من البحث الأول فعلا بنية المخ كما أشرنا إلى ذلك قبل لحظات بنية النخاع الشوكي أشرنا كذلك أو قمنا بتوضيح ذلك فيما يخص بنية العصاب سأشير فقط على أن جسم الخلوي زائد المحورة زائد تشجر النهائي يشكل لنا الخلية العصبية أو ما نسميها العصب أو العصبون إذن فعلا والتي تعتبر البنية الوظيفة للجهاز العصبي ذلك لدينا جسم الخلوي المحورات ومتشجر النهائي ننتقل الآن إلى البحث الثاني وهو خاصية أو الكشف عن خاصية العصب لذلك سنعتمد على هذه التجربة التي سننجزها على طفضعة شوكية تذكرنا ذلك مخربة الدماغ سنقوم بتشريح الفخد لإظهار العصب الوركي الذي يوجد على مستوى الفخد ثم نقوم بعملية الإهاجة نستعمل كشدة أربعة ثم نهيج فعلا تستجيب الطفضعة فعلا الشيء الذي يبيلنا أن العصب قابل للاهتياج بشكل مباشر كما نلاحظ بالإضافة إلى أنه يوصل السيال العصبي إلى العضلة فهو في آن واحد يتوفر على خاصيتين الاهتياجية والتوصيلية في حالة استعمال إيتير كما نلاحظه هنا بطبيع الحال ثم نعيد عملية الإهاجة نلاحظ أن الضفضعة لا تستجيب لأن العصب فقد خاصية الاهتياجية لأنه كما أشرنا إلى ذلك وضعنا عليه الإيتير وهو عبارة عن مبنج نتيجتنا من البحث الثاني كما أشرنا إلى ذلك أنه يتوفر على خاصيتين الاهتياجية والتوصيلية فيما يخص البحث الثالث هو تبليغ السيال العصبية ربما تضح لنا ذلك أن السيال العصب تنتقل عبر الخلايا العصبي من خلية عصبية إلى أخرى ونلاحظ على أنها تنتقل من الجسم الخلوي ثم عبر المحورة في تجاه تشجر نهائي لتنتقل إلى الخلية العصبية الموالية نحن لكي نبين تبليغ السيال العصبية سنتطرق إلى ذلك في محطتين كيفية تنقل السيال العصبية على مستوى المحورة ثم كيفية تنقل السيال العصبية من خلية عصبية إلى أخرى أي على مستوى هذه المنطقة ما يسمى بتشابك العصبي أو ما يسمى كذلك بالسينابس قبل ذلك سنبدأ بفهم وضعية الخلية العصبية بدون إيهاجة فعلا سنلاحظ خارج الخلية وداخل الخلية توجد أيونات لكل من البوتاسيوم والسوديوم ونلاحظ أن تركيز أيونات البوتاسيوم داخل الخلية أكثر مما هو عليه خارج الخلية في حين تركيز أيونات السوديوم فهو أكثر تركيزا خارج الخلية مما هو عليه داخل الخلية هذه الوضعية تجعلنا نطرح أو نقول على أن سطح الخلية يحمل شحونات موجبة في حين داخل الخلية يحمل شحونات ساليفة دائما في إطار وضعية الخلية العصبية بدون إيهاجة إذا لدينا على سطح الخلية أيونات كل من السوديوم والبوتاسيوم داخل الخلية كذلك أيونات السوديوم والبوتاسيوم ولكن بتركيزات مختلفة فنفترض أن هناك تبادلات أو مرور هذه الأيونات من جهة إلى جهة أخرى فعلا هناك تبادلات الأيونات كل من السوديوم والبوتاسيوم ويتم ذلك بفضل وجود قنوات السوديوم وقنوات البوتاسيوم كما نلاحظ هنا لكن رغم حدوث هذه التبادلات لا نصل إلى مرحلة تعادل لماذا؟ لأن نظرا لوجود ما سنسميها بمدخات الأيونية كما نلاحظ هنا وهذه المدخات الأيونية تعمل بشكل نشط أي تستعمل الطاقة إذن ماذا تفعل هذه المدخات الأيونية؟ تخرج ثلاثة أيونات للسوديوم وتدخل أيونين فقط للبوتاسيوم وبذلك تحافظ على هذا الاختلاف في التركيز بين جهتي غشاء الخلية العصابية وشيره فقط على أن مرور الأيونية عبر قناة السوديوم وقناة البوتاسيوم فهو عبارة عن نقل سلبي أي لا يستعمل الطاقة نتابع سنحاول في هذا النشط أن نكشف عن ما سنسميه بجهد الراحة أي حالة الخلية العصابية بدون إهاجة فعلا سنستعمل هنا قطعة من المحورة كما تلاحظون ونلاحظ كذلك على أن كاشف الدبدبات يشير إلى 0 ميلي فولت بالإضافة إلى أن النقطة الضوئية فهي على مستوى السفر إذن سندخل ميكرو إلكترود داخل المحورة ثم لاحظوا معي أن كاشف الدبدبات يشير إلى ناقص 70 ميلي فولت الشيء الذي يدل على وجود فرق الجهد بين خارج المحورة وداخل المحورة وفرق الجهد هذا يساوي ناقص 70 ميلي فولت وهو الذي يشكل لنا من نسميه بجهد الراحة نتابع إذن وضعية الخلية العصابية بدون إهاجة التي أشرت إليها قبل اللحظات أن تركيز الأيونات N-A Plus خارج المحورة يفوق تركيزها بـ 14 ضعف داخلها في حين تركيز K-A Plus داخل المحورة يفوق تركيزها بـ 28 ضعف خارج المحورة إذن لو افترضنا الاقتصار على قوة الانتشار أي النقل السلبي فصرعانا ما نصي إلى حالة تعادل ولكن رغم حدود هذه التبادلات للأيونات بفضل وجود قنوات لكل من A Plus و K Plus إلا أن وجود المدخات الأيونية التي أشرت إليها قبل اللحظات والتي تعمل بفضل النقل النشط أي استعمال الطاقة على T-P فهي تمرر 3N-A Plus من الداخل إلى الخارج في حين تمرر 2K Plus من الخارج تجاه الداخل وبذلك تحافظ على فرق الجود في ما سميناه جود الراحة في ناقص 70 ميلي فولت تبليغ السيالة الآن على مستوى المحورة إذن كما أشرنا أن السيالة العصبية تنتقل من خلية عصبية إلى أخرى لاحظوا معي كما أشرنا إلى ذلك قبل الرحظات أن سطح الخلية أو سطح محورة يحمل شحونات موجبة في حين داخلها يحمل شحونات سالبة لكن السيالة العصبية أو الإهاجة كما نلاحظ هنا تحدث تغينا في هذه الوضعية بحيث نلاحظ أن داخل الخلية هو الذي يصبح حامل لشحونات موجبة في حين سطح الخلية يحمل شحونات سلبية وأن هذه الوضعية تنتقل من منطقة إلى أخرى كأننا نقول إذا صح التعبير تنتقل العدوى من منطقة إلى منطقة المجاورة لها فعلا كما تلاحظون معي كيف نفسر ذلك؟ قبل أن نتطرق إلى تفسير ذلك سنحاول أن نفهم تسجيل كاشف التبذبات في حالة الإهاجة إذن كما تلاحظون جهد الراحة في ناقص بعيد ميليبوت ولكن الآن سنقوم بعملية الإهاجة إذن عندما نحدث الإهاجة نلاحظ أن هناك إزالة الاستقطاب الذي كان فيما قبل إذن هناك عملية إزالة الاستقطاب كمرحلة أولى بحيث انتقلنا من ناقص 70 ميليفولت إلى 0 ميليفولت ثم هناك انعكاس للاستقطاب انتقلنا من 0 ميليفولت تقريبا إلى 30 أو 40 ميليفولت مباشرة بعد ذلك نلاحظ أن هناك نعكاس استقطاب في الاتجاه المعاكس ثم العودة لحالة الاستقطاب التي أشرنا إليها قبل اللحظات وهي التي تشكل لنا من نسمي بجهد الراحة إذن إزالة الاستقطاب في هذه المرحلة تشكل لنا جهد العمل الذي نسجله في حالة حدوث إهاجة فيما يخص كما أشرت قبل اللحظات أن سطح المحورة حامل لشحونات موجبة في حين داخل المحورة حامل لشحونات سالبة إذن عند الإهاجة تحدث تغيرات في نفادية غيشة المحورة بحيث تتضفق كمية كبيرة كما نلاحظون داخل الخلية كمية كبيرة من نابلس في حين تخرج كمية قليلة من كابلس وهذا الوضع الجديد كما نلاحظون يجعل سطح المحورة حامل لشحونات سالبة في حين داخل المحورة يحمل شحونات موجبة هذه الشحونات الموجبة التي توجد على سطح داخل المحورة نلاحظ أن تنجذب إلى المنطقة المجاورة في حين الشحونات الموجبة على سطح الخلية تنجذب إلى المنطقة حيث توجد الشحونات السالبة هذا يخلق لنا تيارات التي سنسميها بجهد العمل بطابة الحال والتي تنتقل من منطقة إلى منطقة المجاورة إذن استقطاب الذي كان هنا بطابة الحال هناك إزالة الاستقطاب تنتقل إزالة الاستقطاب للمنطقة المجاورة في حين تعود مرحلات أو عملية الاستقطاب للمنطقة السابقة فعلا كما نلاحظ ننتقل من منطقة إلى أخرى بفضل هذه التيارات التي أشرنا إليها إذن كاستنتاج بطبيعة الحال كما أشرنا ينتج عن الإيهاجة إزالة الاستقطاب الغيشاء على مستوى المنطقة المهيجة وذلك نتيجة تغييرات في نفادية الغيشاء وبالتالي تغير في توزيع الأيونات من جهتين الغيشاء الخلوي حيث تتضفق كمية كبيرة من أبلوس داخل الخلية بينما تخرج كمية قليلة من أبلوس وبشكل بطئ الشي الذي ينتج عنه ظهور منطقة موجبة داخليا وسالبة خارجيا هذه المنطقة أو تشكل هذه المنطقة وضعية جهة عامة التي أشرنا إليه بحيث الشحنات الموجبة على السطح في حين تحيط بالشحنات السالبة وبذلك تنجدب إلى هذه المنطقة في حين أن الشحنات الموجبة داخل الخلية تنجدب نحو منطقة المجاورة وينتج عن هذه التيارات كما أشرت إزالة استقطاب في المنطقة المجاورة وبذلك ينشأ جهد عمل جديد ينتقل إلى المنطقة المجاورة في حين تسترجع المنطقة السابقة وضعها الأصلي الاستقطاب وبالتالي جهد الراحة الذي كما أشرت إليه ناقص 70 ميليفوت ويساهم في ذلك في هذه العملية المدخات الأيونية فيما يخص آلية تبليغ السيالة العصبية على مستوى سينابس إذن لدينا هنا عصبة قبل سينابسية وعصبة بعد سينابسية إذن وصول السيالة العصبية يؤدي إلى أعتدر وصول السيالة العصبية يؤدي إلى فتح قنوات CA2 بحيث هذا يؤدي كما سنلاحظ إلى إذن دخول أيونات CA2 هذه الحوصلات المحملة بالمبلغات العصبية نلاحظ على أنها تتجه نحو غيشاء العصب مقابل سينابسية وتفرغ تلك المبلغات السينابسية داخل ما نسمي بالحيز السينابسي هذه المبلغات السينابسية مباشرة يتم تثبيتها على مستقبلات نوعية توجد على غيشاء العصبة بعد سينابسية ويؤدي ذلك إلى فتح قنوات السوديوم ومما يمرر مما يجعل مرور أو ما يسمح بمرور أيونات السوديوم فعلا داخل العصبة بعد سينابسية مرور هذه الأيونات NA plus داخل هذه الخلية يؤدي إلى نشأة سيالة عصبية أو جهد عمل إذا صح التعبير جهد عمل جديد ولكن في الخلية في العصبة بعد سينابسية وبذلك تنتقل السوية العصبية من العصبة قبل سينابسية إلى العصبة بعد سينابسية بعد ذلك نلاحظ أن المبلغات العصبية يتم تحطيمها مثل أسيت الكولين يتم تحطيمها بفعل أنزيمات ثم يتم استرجاعها من طرف العصبة قبل سينابسية ثم إعادة تركيبها كما سنلاحظ هنا لنجدها مرة أخرى داخل الحواصلات العصبية السينابسية التي أشرنا إليها والتي تحتوي على هذه المبلغات السينابسية نتابع فعلا كما أشرنا إلى ذلك إذا لدينا هنا وصول لمستوى العصبة قبل سينابسية حواصلات سينابسية مملوئة بالمبلغات السينابسية إذن أكيا السينابسية تحتوي على نقيلات عصبية أو مبلغات عصبية يتم إفراغ هذه النقيلات في الفسحة السينابسية أو الحي السينابسي وهذه المبلغات عبارة عن مصيد كيميائي يتم تثبيتها على مستوى هذه المستقبلات النوعية المتواجدة على غشاء العصب بعد سينابسية إذن تنتقل الإشارة للخلية وتتحول اليسرية العصبية نشاط مشابه للسينا العصبية الآتية من العصبة قبل سينابسية إذن المرحلة الثانية كما أشرت قبل اللحظات أن هذه المبلغات العصبية يتم تفكيكها وتدميرها من طرف أنزيمات ثم يتم استرجاعها من طرف العصبون قبل سينابسي أو العصبة قبل سينابسية لنجدها مرة أخرى داخل الكياس السينابسية أو الحواصلات السينابسية استنتاجنا من ذلك كما أشرنا إلى ذلك على مستوى الخلية قبل سينابسية توجد حواصلات سينابسية مملوئة بمبلغات سينابسية مثل أستيل كولين كما أشرت عند وصول منطقة إزالة الاستقطاب السينابسية تنفتح قنوات أيونات كالسيوم فدخول أيونات كالسيوم يؤدي للرفع من نفادية الغشاء قبل سينابسي وبذلك تفرغ الحواصلات السينابسية المبلغات العصبية داخل الحي السينابسي ويتم تثبيتها على مستوى مستقبلات نوعية توجد على الغشاء بعد سينابسي مما يفتح قنوات نابس وكالبس فتنشأ بذلك موجة إزالة الاستقطاب على مستوى العصب بعد سينابسية والتي تنتشر عبر المحورة تنفصل بعد ذلك المبلغات العصبية يعني المستقبلات يتم تحطيمها بفعل أنزيم ويتم استرداده من طرف العصب قبل سينابسية وتغلق قنوات نابس وكالبس شكرا على انتباهكم وإلى درس قادم درسنا الجهاز العضلي ترجمة نانسي قنقر